هنتكلم النهاردة ان شاء الله مع بعض عن فوز باريس سان جرمان النهاردة في الدور الفرنسي وتقييم أداء النجم المغربي أشرف حكيمي ورسلتي إلى كل كاره أشرف حكيمي اللي دايما بينتقدوه بدون أي لازمة على الفاضي وعالمليان ولكن كالمعتاد ساروخ لايقاتك سلزلوا لزر اللايك ساروخ اشتراقاتك فجروا لزر الاشتراك وما تنساش يا مغربي يا عظيم لو بتحب حكيمي تفعل زر الجرس أهم شيء النهاردة أشرف حكيمي دايما أنا بهتم بلغة الأرقام بالنسبة لأشرف حكيمي علشان أوصل رسالة واحدة ألا وهي مش كل دور أشرف حكيمي إنه يسجل أهداف ويعمل أسستات والنهاردة شفنا إزاي أشرف حكيمي حط كليان إمبابيه انفراض إيه دهوى والمرمى أسست عظيم جدا من أشرف حكيمي ولكن إمبابيه بيهدر أسهل فرصة في التاريخ علشان يحرمنا من أسست أشرف حكيمي أيضا النهاردة باريس سان جرمان أبدع النهاردة وضعف المنافس كان ليه عامل مهم جدا إن باريس يظهر بالشكل ده ويفوز بثلاثة أداف ولكن اللي يهمنا ونرجع تاني نقول إن أشرف حكيمي لغة الأرقام هي التي تتحدث عن مدى إبداعه تدخلاته الدفاعية النهاردة 100% صحيحة كلها أربع تدخلات من أربع تدخلات أيضا عنده نسبة تمريرات صحية 95% صنع أربع فرص خطيرة منهم اتنين واحدة من بابيه واحدة المصري الصراحة يتحطم في غرائب وترائف الفرص الضائعة في عالم كرة القدم في النهاية كل التوفيق لأشرف حكيمي في القادم وإن شاء الله أشرف حكيمي يستمر ويستمر ويستمر في التقلق في الفترة المقبلة علشان ده كل ده في مصرحة المنتخب المغربي قبل كسر عمل